بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبناء وبنات الطلاب في درسنا لهذه اليوم في مادة الاجتماعيات للصف الأول المتوسط نتحدث فيه بإذن الله عن الكون والأرض في هذه الوحدة الجديدة طبعا تحدثنا في الدروس السابقة أو في الوحدة السابقة تحدثنا عن الحضارة الحضارة القديمة ومن ثم الحضارة الإسلامية وفي درسنا لهذه اليوم وفي هذه الوحدة بإذن الله نتحدث أنا وأنتم عن الكون والأرض عن الكون والأرض أبناء وبنات الطلاب في هذه الوحدة تحتوي على الدرس السادس المجموعة الشمسية وما يتعلق بالمجموعة الشمسية سوف نتحدث بإذن الله نتعرف على المجموعة الشمسية الدرس السابع على شكل الأرض أو شكل الأرض إحدى كواكب المجموعة الشمسية الدرس الثامن على خطوط الطول ودوائر والعرض وتأثيرها على الكرة الأرضية أيضا نتعرف على حركة الأرض أيضا وتأثيرها على تغير الانتقال بين الليل والنهار والفصول الأربعة ونتحدث عنها بإذن الله في حينها الدرس العاشر سطح الأرض أيضا نتحدث عن سطح الأرض وكيف يؤثر على التوزيع سواء البشر وغيرها وفي نهاية هذه الوحدة يكون تقويم لما أخذناه في هذه الدروس الهدف أبناء وبناتي الطلاب من دراسة هذه الوحدة هو التالي أن نتعرف أنا وأنتم على علاقة الأرض بالمجموعة الشمسية على علاقة الأرض بالمجموعة الشمسية أيضا نتعرف على خطوط الطول ودوائر العرض وتأثيرها على الأرض سواء كان تأثيرها من حيث المناخ وتأثيرها من حيث اختلاف الوقت وتأثير هذه الخطوط سواء خطوط الطول ودوائر العرض وتأثيرها كما ذكرت لكم التعرف أيضا على حركات الأرض وما ينتج عنها والتعرف أيضا على أشكال سطح الأرض إذن أبناء وبنات الطلاب تحتوي هذه الوحدة على تقريبا ستة دروس نتحدث فيها عن المجموعة الشمسية عن شكل الأرض عن خطوط الطول ودوائر العرض عن حركة الأرض أيضا عن سطح الأرض وننهيها بتقويم هذه الوحدة ومن ثم نتعرف أو نريد أن نصل أنا وأنتم من خلال دراستنا لهذه الوحدة على عدة أمور معرفة تأثير خطوط الطول لدوائر العرض على معرفة أيضا حركة الأرض وما ينتج عنها على علاقة الأرض بالمجموعة الشمسية أيضا على أشكال سطح الأرض الدرس السادس أبناء وبنات الطلاب المجموعة الشمسية أبناء وبنات الطلاب تدور الأرض حول الشمس كما نعلم تدور الأرض حول الشمس في نظام أو في النظام الشمسي داخل مجرة دربة تبانة دربة تبانة هي مجرة موجودة في هذا الكون وهي أحدى مليارات المجرات ويقول بعض العلماء أن الكون كتقدير وحساب بسيط أن الكون يحتوي على مئتين مليار مجرة هذا قول بعض العلماء ما معنى مئتين مليار مجرة أي مئتين ألف مليون مجرة هذا الكون تخيلوا أبناء وبنات الطلاب يحتوي على مئتين ألف مليون مجرة سبحان الخالق الذي أبدع خلق هذا الكون إذن تخيلوا أبناء وبنات الطلاب مئتين ألف مليون مجرة يعتقد ربما أنها أكثر ربما أنها أقل من ذلك بقليل ولكن هذا العدد الهائل يدل على شيء يدل على ماذا؟ على عظم الخالق سبحانه وتعالى إذن أبناء وبنات الطلاب تدور الأرض حول الشمس في النظام الشمسي داخل مجرة دربة تبانة وهي إحدى مليارات المجرات التي تكون منها الكون والشمس أبناء وبنات الطلاب هي أكبر كائن في نظامنا الشمسي أي بمعنى أن الشمس هي أكبر جرم بين مجموعة الكواكب سوف نتحدث عنها إن شاء الله في الدروس القادمة الكواكب هي كم؟ ثمانية كواكب وسوف نتحدث عنها بالتفصيل أكبر جرم بين هذه الكواكب هي الشمس طبعا الشمس أبناء وبنات الطلاب يختلف تركيبها وتكوينها عن بقية الكواكب وأيضا لا أريد أن أستبق المعلومات نتحدث بإذن الله في حينها إذن هي أكبر مكون للنظامنا الشمسي فما هو الكون؟ ما هو الكون أبناء وبنات الطلاب؟ وأيضا ما هي المجموعة أو المجموعة الشمسية؟ أيضا ما خصائص كواكبها؟ سوف نتعرف بإذن الله من خلال هذا الدرس على ما هو الكون؟ ما هي المجموعة الشمسية؟ ما هي خصائص أو ما هي خصائص المجموعة الشمسية؟ ما هي خصائص كواكب هذه المجموعة الشمسية؟ إذن أبناء وبنات الطلاب نريد أن ندخل أنا وأنتم في هذا الدرس ونتفكر ونتمعن في عظم الخالق سبحانه وتعالى الذي أبدع خلق هذا الكون الذي يتكون كما ذكرت لكم من ملايين بل مليارات المجرات التي من ضمنها مجرة التربة التبانة التي يتبعها نظامنا الشمسي الذي يتبعها نظامنا الشمسي قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلاحظ وأبناء وبنات الطلاب تماعنوا في هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي من يتفكر من يعقل من يبصر من يتأمل في عظم هذا الخلق وفي عظم الخالق سبحانه وتعالى الأمر وهذه المخلوقات ليست بسهولة الحركة بل بنظام معقد دقيق لا يخطئ ولا يجل بل من خلق هذا المخلوق أو هذه المخلوقات دليل على عظم الخالق سبحانه وتعالى إذن أبناء وبنات الطلاب هذه المجرات يحويها ما يطلق عليه الكون يحويها ما يطلق عليه ماذا الكون إذن ما يحوي هذه المخلوقات سواء كانت أبناء وبنات الطلاب مجرات أو مخلوقات حية أو غيرها ما يحوي كل هذا ما يطلق عليه بماذا بالكون هو المكان الذي يضم مخلوقات الله سبحانه وتعالى إذن الكون هو المكان الذي يضم مخلوقات الله سبحانه وتعالى ولذا ولهذا فالكون إذن أبناء وبنات الطلاب تعريف الكون لو سألتكم ما تعريف الكون إذن تعريف الكون هو على النحو التالي ركزوا معي أبناء وبنات الطلاب هو كل ما يحيط بنا من نجوم ومجرات ومخلوقات حية هو كل ما يحيط بنا من نجوم ومجرات ومخلوقات حية إذن تعريف الكون هو كل ما يحيط بنا من نجوم لاحظوا أبناء وبنات الطلاب من نجوم ومجرات ومخلوقات حية إذن تعريف الكون أبناء وبنات الطلاب هو كل ما يحيط بنا من نجوم ومجرات ومخلوقات حية يعتبر هو أو هذا هو تعريف الكون إذن تعريف الكون هو كل ما يحيط بنا من نجوم ومجرات ومخلوقات حية تحيط أو موجودة داخل هذا الكون فإذن هو تعريف الكون إذن أبناء وبنات الطلاب تعريف الكون ركزوا معي هو كل ما يحيط بنا من نجوم ومجرات ومخلوقات حية إذن أبناء وبنات الطلاب لا بد أن نتأمل في هذه المخلوقات لكي نعرف ويكون لدينا إيمان تام في عظم أو بعظم الخالق سبحانه وتعالى أبناء وبنات الطلاب هذا الكون يحتوي على عدد هائل من المجرات ما هو تعريف المجرات ما هو تعريف المجرات هي مجموعات هائلة لاحظوا أبناء وبنات الطلاب هي مجموعات هائلة من النجوم هائلة الحجم سواء بالحجم أو بالأعداد بالحجم أو بالأعداد إذن مجموعات هائلة بالحجم أو هائلة الحجم من النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات ومن أشهرها مجرة درب التبانة هي التي تتبعها أو تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية إذن أبناء وبنات الطلاب لدينا في هذه الجزئية تعريفين مهمين التعريف الأول تعريف الكون كما ذكرت لكم والتعريف الثاني تعريف المجرات إذن أبناء وبنات الطلاب تعريف الكون تعرفنا عليه هو كل ما يحيط بنا من نجوم ومجرات ومخلوقات حية من نجوم ومجرات ومخلوقات حية بعد ذلك الكون يحتوي على عدد هائل من المجرات ما هو تعريف المجرات أبناء وبنات الطلاب ممتازين هي مجموعات هائلة الحجم سواء كانت بالحجم أو بالعدد من النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات أشهر هذه المجرات هي مجرات درب التبانة وأبناء وبنات لا بد أن نعي ونفهم أن هناك مجرات لم تكتشف إلى وقتنا الحاضر مع التقدم العلمي سواء كان من خلال الوصول إلى الفضاء من خلال الوصول إلى بعض الكواكب حيث استطاع الإنسان إلى ذلك ولكن إلى وقتنا الحاضر هناك مجرات لم تكتشف أولا لكبر حجمها ولصعوبة الوصول إليها مع التقدم العلمي الذي وصل إليه الإنسان مع التقدم العلمي الذي وصل إليه الإنسان لم يصل أو لم يتعرف أو لم يكتشف هذه المجرات إذن تعريف المجرات هي عدد أو مجموعات هائلة من النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات من أشهر هذه المجرات مجرات درب التبانة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية ومنها ماذا؟ منها الأرض الأرض أبناء وبنات الطلاب هي أحد كواكب المجموعة الشمسية وعدد كواكب المجموعة الشمسية وسوف نتحدث عنها لاحقا ولكن من باب العلم الشيهية ثمانية كواكب هي ثمانية كواكب من ضمن كواكب المجموعة الشمسية من ضمن كواكب المجموعة الشمسية وهي الأرض وسوف نتعرف على ترتيب الأرض ترتيب الأرض ومكانها بالنسبة إلى الشمس أبناء وبنات الطلاب لو لاحظنا هذا المصور الذي أمامنا يوضح حجم تقريبي حجم تقريبي ليس حجم طبيعي للشمس مقارنة بالكواكب الأخرى لو لاحظنا أبناء وبنات الطلاب الشمس مقارنة بكوكب عطارد مقارنة بكوكب الزهرة والأرض طبعا ترتيب الأرض ما هو أبنائي هو الترتيب الثالث والمريخ والمشتري وزحل وأورونس ونبتون هي ثمانية كواكب هذا الأول الثاني زهر الثاني المريخ ترتيبه الثالث عفوا الأرض ترتيبه الثالث المريخ الرابع المشتري الخامس زحل السادس أورونس السابع ونبتون الثامن ونبتون الثامن هذا هو حجم الأرض التقريب عفوا حجم الشمس بالنسبة ل الكواكب أو كواكب المجموعة الشمسية وكل ولكل من هذه الكواكب مدار يسير به لا يتداخل مع الكواكب الأخرى لا يتداخل فيها مع الكواكب الأخرى لا يوجد تداخل لكل منها مدار يدور حول الشمس مدار يدور حول الشمس لا يتداخل مع الكواكب بمعنى أن عطارد له مسار ومدار والزهرة له مدار والأرض له مدار والمريخ له مدار والمشتري أيضا له مدار وزحل له مدار وأورانوس له مدار ونبتون له مدار خاص به قديما أبناء وبنات الطلب هذه زيادة في المعلومات كان عدد كواكب المجموعة الشمسية كان قديما المعلومات السابقة ولكن الاكتشافات الحالية أثبتت أن عدد الكواكب ثمانية كواكب قديما كان العدد تسعة كواكب ولكن اكتشفوا أن صفات الكوكب التاسع لا يتناسب مع كواكب المجموعة الشمسية ولذلك أصبحت هذه الكواكب أو عدد كواكب المجموعة الشمسية ثمانية كواكب كما هو موضح أمامنا إذن أبناء وبنات الطلاب أخذنا في هذا اليوم موضوعين أو جزئيتين جزئين مهمين من الدرس جزئين مهمين من الدرس ألا وهما تعريف الكون الجزء الثاني تعريف المجرات ما هو تعريف الكون أبناء وبنات الطلاب نريدكم أن تشاركوني تعريف الكون ما هو ذكروني به أبناء وبنات الطلاب أحسنتم هو ماذا هو كل ما يحيط بنا من نجوم ومجرات ومخلوقات حية هو نجوم كل ما يحيط بنا من نجوم ومجرات ومخلوقات حية بعد ذلك أبناء وبنات الطلاب تعرفنا على تعريف المجرات ما هو أبناء وبنات الطلاب تعريف المجرات نريدكم تشاركوني جميعا في هذا التعريف أحسنتم أحسنتم إذن هي مجموعات هائلة من هائلة الحجم من النجوم والكواكب والأقمار والمذنبات أشهر هذه المجرات مجرات درب التبانة لو سألتكم أبناء وبنات الطلاب ما هي أشهر المجرات المعروفة هي مجرات درب التبانة قد يتساءل أبناء وبنات الطلاب لماذا سميت بهذا الاسم لماذا سميت هذه المجرة بهذا الاسم مجرات درب التبانة قديما قديما أو شكل هذه المجرة شبها بشخص أجلكم الله يحمل التبن فيتساقط منه بعض الأشياء فشبه وجود أو بقايا هذا التبن أبناء وبنات الطلاب كات جمعات النجوم فشبه مجرة درب التبانة أو هذه المجرة بمن يحمل أجلكم الله التبن على ظهره أو فيتساقط منه فشبهوا هذه المجرة بمن يحمل ذلك وبدربه حينما يقطع الطريق فشبهوا أو سميت هذه المجرة بمجرات درب التبانة إذن أبناء وبنات الطلاب تعرفنا على الكون وتعرفنا على أيضا تعريف المجرات وهذا أبناء وبنات الطلاب وبهذا أبناء وبنات الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شاكرا ومقدرا لكم حسن استماعكم وأنصاتكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح